ممكن يعني نشوف السيد مصطفى الكاظمي في جرف الصخر هو والبطل عبدالوهاب الساعدي في المرحلة القادمة يعني غير مستبعد لأنه الرجل عودنا سيد الكاظمي على خطوات إيجابية وجريئة حتى هو لا مواربة عنده على شيء ولا إخفاء لأي واقع أمنية ملفتة تجد حينما يعرض عليه أي موضوع يعني يخص جانب أمني تجده متصديا له ولكن أنا قلت لك من أول لقاء بعد تولي سيد الكاظمي أنه يعني وحسب ما وصفته حتى الصحف الغربية أنه ليس ثوريا أي ليس يعني ليس تصادميا تصادميا هم يقصدون ثوريا تصادميا هو يتبع الأسلوب المرن في الإقناع ومن لا يقنع هناك قبضة للدولة ويعني قبضتها هي يعني قبضة القانون وهي قبضة حديدية أكيد ولا ترحم كل من يتجاسر على يعني أمن البلد وأي ثغرة من هذا القبيل ربما تتوقع يعني وهذه طبعا هي مبادرة ذكية من عندك أنا أجدها لكي تسحبني إلى أن نطالبه أيضا بموضوع الكشف عن موضوع جرفة الصخار وحتى موضوع سيطرت كثير من الفصائل على مباني وأماكن وبواقع في المحافظات المحررة ما زالت بيد فصائل أو بيد قيادات من الحشد الشعبي هي تعود لمواطنين ربما وتعود هناك تفاصيل كثيرة ربما يسعفه العشائر بها لكي يتنبه لها وهذه يعني فرصة طيبة كما طلب أخينا من البصرة البطلة من أنه يوضح لي هي هسا كلها موجهة أصواتها لسيد الكاظمي لسماعها هو لديه الآن يعني طيف كبير من الناس ينادونه ويستصرخونه ويناشدوه كلها ستنظم تباعا إلى المطالب وفي تقديري أنه ستأخذ مجراها في المتابعة والإجراءات أولا المقنعة ومن ثم لم يقنع أحدا من الجهات المقصودة سيلجأ أنا في تقديري إلى وسائل ربما أكثر شدة